اشتركوا في القناة القمر موجود في برج العذراء الآن هو أنهى خلو المسار تقريباً مع موعد بث الحلقة الآن هو موجود في منزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج طبعاً رح يمكث القمر فيها لغاية الساعة 10 و17 دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح بما أن القمر موجود في برج العذراء معناته رح نأخذ من صفات برج العذراء جميع الأبراج فمنعود الآن لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام وبنشعر أنه الناس شحيحون في عطائهم مادياً وعاطفياً ممكن أننا ننتقد أنفسنا أو نتوهم بعض الأمراض أو نتوسوس من شيء معين طبعاً هاي الأشياء ما بكون لها أي وجود هي بسبب وجود القمر بس في ورج العذراء وهي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين وشرب الكحول والمهدئات وبوسع نقتناء حيوان أليف أو مطالع كتاب مفيد والبدء بوظيفة جديدة برضو أو عمل جديد اللي برضو بده يبدأ بحمية هاي الفترة برضو مناسبة بالنسبة للزوايا البطيئة اللي بتأثر طبعاً في زاويتين احنا كل يوم تقريباً منذكرهم يعني الحلقة الماضية واللي يبلها ذكرناهم ولكن منظل نذكرهم لحد يتما ينتهي تأثيرهم بداية الزاوية هاي اللي رح نحكي عنها هي زاوية تثليت إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي تقريباً رح تظلها مستمرة معنا لغاية يوم 8-2 بتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما إنه بتكون شعبيتنا في تصاعد أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهاي مستمرة لغاية يوم 21 هي السبب بإثارة بعض الأعمال اللي بتتعلق بالعنف والمواجهات اللي إلها علاقة بالنيران والمعادن والمشاحنات والعصبية اللي هي بتصل لمرحلة الاشتباك بالأيدي بين الناس العاديين أما بالنسبة للأمور العامة أو دوليا بتسيطر علينا اللي هي حالة التسلط أو على البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بالفترة هاي حتى لو بطريقة عنيفة بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما وسوء سواء كانت هاي المؤامرات داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وهناك احتمال وقوع حوادث لها علاقة بالحرائق والدواهر الطبيعية كالزلازل والبركين والتعري والعواصف أما بالنسبة للزاويتين اللي رح يتشكلوا اليوم معنا وهم زاويتين اللي مع القمر الأولى والثانية تقريبا هذولا تأثيراتهم طول اليوم يعني منقدر نحسب أنه طول اليوم رح يكون تأثيرهم ولكن لهم ذروة الآن بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي ذروتها الساعة 10 و 27 دقيقة صباحا حكينا طول اليوم تأثيرها بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو إيجابي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الظهرة وهي ذروتها الساعة 11 و 18 دقيقة بعد الظهر تأثيراتها بتبدأ من ساعات الفجر لغاية ساعات المساء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون أكثر حساسية بالفترة هاي واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية البنكرياس الأمعاء الدقيقة المصران الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم الجهاز أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين طبعا اللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي يراجع طبيبه بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل طبعا بالنسبة لعمليات التجميل بما أن الزهرة وأعطار الاثنين بيتراجعوا فهاي فترة غير مناسبة لعمليات التجميل نهائيا إلا للحالات الطارئة جدا أو لعمليات التجميل الصغيرة جدا لما إلها أي تأثير مثل جروح بسيطة أو أشياء إلها علاقة بمناطق مخفية في الجسم فمنقول لا عادي بل لكن أنا ما بنصح بعمليات التجميل إلا بعد ما ينتهي تراجع عطارد اللي هو ما بعد أربعة اثنين بالنسبة لهذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا فطبعا اليوم مناسب جدا لهذا الموضوع وإن شاء الله أنه ما فيه أي آثار ولا أعراض جانبية على الجميع بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العدراء خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت واثنين وعشرين واحد يبدأ في تمام الساعة سبعة وخمس واربعين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة عشر ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج الميزان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب تسعة عشر يوم في تمام الساعة ستة وست عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصبح عشرين يوم فلكي ونسبة الإضاءة بتصير خمسة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين سعيده بنسبة ستين في المية القمر في العدراء حتى يوم اثنين وعشرين واحد الآن هو سعيد بنسبة خمس واربعين في المية ولكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم ستة وعشرين واحد ومن ثم رح يرجع لبرج الجدي ورح يستمر في التراجع لغاية يوم أربعة اثنين هو منتحس بنسبة خمس وسبعين في المية الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة خمستاش في المية المريخ في القاوس حتى يوم أربعة وعشرين واحد منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة الآن هو سعيد بنسبة خمستاش في المية ولكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثور حتى يوم أربعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمستاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل القمر الآن استقر في البيت السادس لإلكم اللي هو في برج الحضراء يعني إن الفترة هاي بتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة للتواصل إلى اتفاق ما بينكم بين الأطراف الأخرى ابحثوا عن حليف أو عن دعم واتجنبوا الإساءة إلى الأصدقاء وشركائكم حادروا برضو من التراجعة الصحية صحيح أنه ما فيه شيء خطير ولكن بيطلب منكم الانتباه برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباءكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم فيهم الأجواء جيدة عاطفيا بأن القمر صار في البيت الخامس لإلكم فبيحيطكم اليوم الفلك بالحيوية والحماسة وبتقدروا اليوم تتابعوا أي موضوع أو أي واجب بيكون عليكم بأي اتجاه والجو مناسب للتواصل مع المحيط وهاي بتكون من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا بالنسبة لإلكم بتشعروا بالطمأنينة والراحة والرغبة أو العاطف الجياشي عندكم برج الجوزة بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بتنظيم أموركم البيتية والعائلية والأجواء جيدة بالنسبة لوضع البيت ممكن تظهر بعض الأمور اللي تطلب منكم إدخال تعديل على مسكنكم أو تصليحات أو ترميمات بتشعروا ببعض الحزن والتعب بسبب سوء تفاهم معين وممكن أنك تبحث عن ملاذ آمن لإلك أهم شيء أنك اليوم لا تنتقد أقرب الناس لإلك بتلمس توتر على الصعيد العائلي بوسعكم اليوم هيكي أنه شوي تضبط أعصابكم لأنه في نوع من أنواع الضغوطات وخصوصا على الأمور العائلية والأمور الطارئة برج السرطان كونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن الأجواء جيدة وبتدعمكم بجوة وبتدعمكم بقوة ولكن حاولوا أنكم لا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أوجر طبعا اليوم بسجل لكم لقاء مهم أو اتصال مفيد ممكن تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وتقوم بزيارة أو ممكن تلاحقك بعض الأعمال الملحة والضرورية كصوصا هاي الفترة وبكرة أيضا الأجواء شوي فيها نوع من أنواع النشاط العالي جدا بالفترة هاي والحظ حليفكم وداعم لا إلكم برج الأسد طبعا بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع وتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة اليوم ممكن تناقش موضوع مالي أهم شيء أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك وكون عاقل ومتعقد قبل التوقيع على العقود وحاول أنك تحدد أهدافك الفرص مناسبة لمكاسب مالية يبتيجي على الأغلب من عمل إضافي مستردات تحبات نوع من أنواع الدعم لا إلكم برج العذراء بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون اليوم مميز بأداءك والفترة هاي واعدة بتكون بخبر أو بتسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة اليوم ممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد الفترة هاي ممتازة جدا وفيها نوع من أنواع الحماسة والوضوح في الأفكار عشان هيك ما نقول لك استغل الفترة هاي بشكل جيد لأنك أنت بدأت بمرحلة جديدة وفترة جديدة داعمة لإلك بكل المقاييس برج الميزان طبعا القمر ما زال موجود أو استقر في بيت متاعبكم فعشان هيك هذا يوم وبكرة تقريبا هذول الأيام مش من أيام السعد لإلكم فبتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم ممكن يسيطر عليكم التعب الشديد أو على البعض منكم ممكن تفكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء يحمي نفسك من المحتالين ممكن تهدأ وطيرتك وتتراجع الأرباح والحيوية فترة شوي بتكون محبطة هيك ومخيبة للآمال لا تخلي الوسواس يسيطر عليك حاول إنك تأدي الواجبات الروتينية يعني قدر الإمكان برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن اليوم يشاركوا في حفلة أو في مناسبة سعيدة أهم شيء إنكوا حاولوا قدر الإمكان إنكوا ما تبقوا وحيدين بل سارعوا للمشاركة وحاولوا إنكوا تلعبوا دهور بناء في محيطكم ومجتمعكم بتتمتعوا اليوم بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية بتصير واضحة وما بيجوز يعني في هاي الفترة يعني إنك تتخذ بعض القرارات الحاسمة ليش؟ لأنه أو ليش عطارت بتراجع والزهرة بتتراجع حاول إنك تشاور حالك وتستشير أهل الاقتصاص بكون أفضل برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمي شنكوا ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتك بدك تتجنب التصرفات الارتجالية وحاول إنك تركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر حاول إنك تنظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل وبالمقابل خلي علاقتك جيدة مع المسؤولين وحافظ على سمعتك قدر الإمكان يعني بمعنى آخر بدون أي مجازفات اليوم لا تخالف قوانين ولا تعمل أعمال ممكن إنها تشوه سمعتك برج الجديد بتنشط اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد الاتصالات البعيدة القضايا القضائية الدراسة الجامعية ولكن المهم إنك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة اليوم بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك هاي فترة إيجابية جدا حاول إنك قدر الإمكان إنك ما تضيح عليك الفرصة فرصة إنه القمر موجود في هاي المنزل اللي هو في برج العدراء برج حليف لإلك وداعم بقوة فعشان هيك استغل حضود برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو القمر في البيت الثامن الآن فعشان هيك ممكن اليوم تتفحصوا حساب مالي مشترك فحاولوا إنكوا تخففوه من النفقات صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شي إنك اليوم تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به وبرضو بدون عصبية ابحث عن الحلول اللي بترضيه مختلف الأطراف وحاول إنك ما تهمل أي ملف أو قضية الأجواء تقريباً داعمة لإلك بما إنه القمر تحرك من مقابلتك ففي كثير مكاسب لإلك فحاول إنك تستغلها وخصوصاً الفرص المالية برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك القاسم هذا بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل في العاطفة يعني بمعنى آخر شركاء اللي بيشتغلوا معكم أو أنتم شاركينهم أو شركاء العاطف اللي هم الأزواج فعشان هيك بتكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم اليوم هذا مناسب للمصالحات ولكن رح يكون فيه نوع من أنواع الاهتمام فيهم أكثر الأهم إنك تنسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل في هاي الفترة فيه نوع من أنواع الضغط لأنه القمر مقابلك تماماً فعشان هيك الأوضاع ممكن تكون صعبة وممكن يتسلل لك بعض الوسواس أو الخوف من شيء ما هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء